سلطات الاحتلال الكابنت الأمني والسياس الإسرائيلي يقبل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ واحد من قرارين إما منع جارف لدخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في رمضان أن تصدر قراراً فيه كل من هو دون 40 أو 50 عاماً أو أي عدد تختار لا يمكنه الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك هذا الأمر من الممكن أن يثير غضباً واسعاً داخل الخط الأخضر وفي القدس وفي الضفة الغربية ويحذر رئيس الشباك من أن هذا الأمر سيطرك انطباعاً بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست حرباً ضد حركة حماس إنما حرب دينية بالأساس لذلك تقترح شرطة الاحتلال الإسرائيلي اللجوء إلى أمر آخر هو منع عدد كبير من الناشطين أو من تشتبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه سيشارك في تظاهر محتملة أو في اشتباكات تفترض أنها ستكون في المسجد الأقصى المبارك أو القدس في شهر رمضان أن تمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك تتحدث عن خمسة ألاف اسم هذا الأمر حدث خلال السنوات الماضية تحديداً خلال العام الماضي لكن بأعداد أقل بكثير نتحدث عن عشرات قليلة أقل من خمسين مبعداً إسرائيلياً عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك الذين شملهم القرار بالأساس هم الشخصيات داخل الخط الأخضر الفاعلة في مجال شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك الذين يشرفون على الحافلات التي تأتي من داخل الخط الأخضر إلى مدينة القدس ناشطين سياسيين إما شاركوا في تظاهرات خلال الأعوام الماضية أو أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنهم كذب يشاركون في تظاهرات في مدينة القدس بطبيعة الحال الحديث بحسب مصادر قانونية تحدثت إليها بعدما ورد في القناة الثالث عشر الإسرائيلية بطبيعة الحال سيشمل الاحتلال الإسرائيلي معتقلي هبت الكرامة المعتقلين السابقين الذين كانوا شاركوا في تظاهرات في مدينة القدس سابقاً كافة من شارك في فعليات سياسية أو نشاطات دينية تخص المسجد الأقصى المبارك في الداخل وفي مدينة القدس سيتم منعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك بحسب تقديرات حقوقية مرة أخرى ما ولد في القناة الثالث عشر الإسرائيلية اكتفى بالقول أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي لديها خمسة ألاف أسم تقرر منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى حتى الآن لم يتخذ قرار قرار المنع الجارف يواجه عقبات قضائية بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس اليوم بسبب أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر هم مواطنون في إسرائيل بالتالي منع إدخالهم إلى المسجد الأقصى المبارك يضر بالحق في الحركة بحسب القانون الإسرائيلي وما إلى ذلك من أمور قضائية معقدة يضيق الوقت من أجل تجاوزها أو سن قوانين لتجاوز هذه الأمور بالتالي قد تلجأ شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع الناشطين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك الأوضاع فيما يتعلق بالضفة الغربية مختلفة بإمكان الاحتلال الإسرائيلي أن يفرد منعا جارفا على وصول المسجد الأقصى المبارك من الضفة الغربية في نهاية المطاف يطالب وزير الأمن القومي إتمار بيرنكفير بالسماح فقط لخمسة ألاف مصل بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك كما يحدث منذ بداية هذه الحرب في أيام الجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يطالب برفع الأعداد إلى لاحو خمسين ألفا عارة كان يصلي صلاة الجمعة والترويح في المسجد الأقصى في رمضان عشرات الألاف وتصل أحيانا إلى أكثر من مائتي ألف إلى مائتين وخمسين ألفا كلما قل العدد حتى لو كان نتنياهو يسمح بخمسين ألفا هذا يعني منع عشرات الألاف مئات الألاف من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ترجمة نانسي قنقر